تفتتح لجنة الدولية للصديب الأحمر وشركاء لها مستشفى ميدانيا في جنوب قطاع غزة في محاولة لتلبية ما وصفته بالطلب الهائل على الخدمات الصحية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية الأسبوع الماضي وعلقت بعض العيادات أنشطتها فيما فر مردى ومسعفون من مستشفى كبير في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل عمليات القصف على الجزء الجنوبي من القطاع حيث يتواجد مئات الألاف من النازحين من مناطق أخرى وصرحت اللجنة الدولية للصديب الأحمر أن المرضى في غزة يعانون للحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب الهائل على الخدمات الطبية وانخفاض عدد المرافق الطبية العاملة